الفل الحلقة التلاتاشر والطريق من الطبقة للرقة دول المجموعة اللي كانوا رايحين الطبقة عشان يحرروا الاسرة وراجعين بيهم بيلاقوا كمين عالطريق وضرب نار في كل مكان تقريبا كده كلهم بيموتوا الا اكرم وكم واحد كده بيجري وياخدهم بالسيارة وبيهرب بيهم بس ايه اللي هيحصل لهم بقى الله اعلم هنشوف طبعا خليكم معي بتشوف بعد كده روح وهي محبوسة في قفص في زنزانة بتروح آآ طبعا آآ ام جهاد ومعاها الستة الشريلة اللي انا لسه مش عارفة اسمها وبيدخلوا لها جهاد بتقول افتحوا الباب للحيوانة دي وبتدخل عند روح وبتقول لها ايه رأيك في قفص القرود اللي انا عامله لك ده عشان كده بقى بتقول عليها حيوانة وبتقول لها ايه كمان انا عامله لك القفص ده مخصوص عشانك من كتر حبي فيك المخالد بتقول لها على فكرة انا مش ضد الخيانة بالعكس ساعات بتعاطف مع اللي بيقع فيها احنا بشر كلنا بندعف بس انا بقى بكره الكتب جدا ما بحبوش خالص عارفة ليه عشان الخيانة ممكن تحصل من غير ارادة للانسان لكن الكتب بيبقى مقصود ومحدش بيكدب غصبا عنه وبتدربها وبتقول لها انت مش بس كدبت علي انت خلتيني احس ان في بشر على وش الارض ممكن يضحك على ام جهاد ويغدعها ومخلتنيش اشوفك على حقيقتك وتدرب فيها طبعا وتلطش فيها يمين وشمال وبتقول لها كمان دي غلطة كبيرة قوي ومش ممكن اغفرها لكي روح بتنفعها لأم جهاد وبتقول لها انتم ولا حاجة ام جهاد طبعا بتدربها وتقول لها اخرسي اخرسي وبتجلدها كمان روح بتقول لها انتو شوية فران بتجلدها اكتر واكتر بتقول لها انتو مش خليكوا في القوة دي غير شوية القنابل اللي معاكوا من غيرهم انتو ولا حاجة تاخدوا بالجزم طبعا بتجلدها اكتر واكتر واكتر روح بتقول لها حتة عيلة صغيرة يا ام جهاد ما تعرفش تتبح ولا تقتل زيك بتجلدها طبعا اكتر واكتر أرفض تضحك عليكي وبتقول لها تخيالي ايه يا مجهاد انتو تفين انتو تفين انتو تفين ام جهاد طبعا بتجلدها اكتر واكتر مجهاد بتنده على ام ليس اخيرا عرفتي اسمها وبتقول لها تتحول لديوان القضاء والمظالم وأنا هكلم القاضي بنفسي وبعاته هتولي ابنها من المستشفى سيف مش كده يا حرام لا أب ولا أم ومحتاج الرعاية طبعا أمه جاهد بتقولي الكلام دا الروح وهي بتخبط على وشها وكمان بتقول لها إيه أنت ما كلتش لها حلوة وتضربها أكتر وأكتر وتقول لها قل لي يا روح الروح علشان لما تكل كويس سحاتك تبقى حلوة قوي وكمان تستحمل الأعدام تفتكروا روح هيحصل معها إيه تاني مستلية تعليقاتك وتقولوني ممكن يحصل معها إيه ويا ترى هي نوية على إيه أنا حاسة كده أن موضوع الأعدام دا هيكون فيه حاجات كتير أو ممكن نتفاجئ بيها ما تنسوش تشتركوا في القناة وكمان عايزة تعليقاتكو عشان تقولوني توقعاتكو إيه ومستنين حلقات إيه بنشوف بعد كده أكرم لسه على قيد الحياة وبين الجبال طبعا ومش عارف يروح فين ولا ييجي منين هو وشوية كده اتكتب لهم أن هما ما يموتوش فبيقولولو إحنا لو ما موتناش هنا بين الجبال هنموت من الجوع والعطش هاد مع مجموعة من النساء داخل كتيبة لواء الخنساء وبتسألهم بتقولهم كل النساء مفخخات فتيجي واحدة بسرعة بسرعة وتقول لها سيف مش موجود في المستشفى أم جهاد بتقول لها يعني إيه مش موجود قالت لها فيه واحدة جات خديته وخرجت أم جهاد طبعا بتسأل واحدة مين قالت لها معرفش طبعا أم جهاد بتقول لها جوري من هنا ومتجيش غير لم ما تعرفيني إيه اللي حصل ومين اللي خديته وودته فين ومجهاد شكلها ناوي ياخذ سيف بعد ما روح تتعدم منك للا يا مجهاد يعني هتعمل إيه ولا إيه بصراحة عمر بقى بما إنه أمير الرقة بيجيله أوراق كتيرة قوي الأوراق دي بأسماء المضبوطات اللي هيتحكم عليهم بيلاقي فيهم اسم روح وبيانتها إن هي من الهربات والمكان اللي اتقابد عليها فيه وكمان المكان اللي هيتنفذ عليها فيه الحكم تفتكروا هي عارف ينقذها بس إزاي دي مجهات لو عرفت إنه بيحبها هاتموتهم هما اللي اتنين اعمل حاجة صحة بقى يا عمر في حياتك اعمل حاجة صحة حرام عليك عمر بيجيله تليفون وواحد بيبلغوا إن الأكراد اعترضوا سيارة أبو فارس طبعا السيارة دي كان فيها مراته ابنه فبيسأله على أمه أسامة وأسامة فبيقول له مع الأسف اتقابد عليهم الأطفال وكمان النساء كله اتقابد عليه شوف يا عمر قدي كل اللي بتعمله بيطلع على عناك وانت لسه شفت حاجة بنشوف أكرمه معاه واحد من اللي كانوا معاه في الأسر ماشي بالسيارة رايح فين بيروح على مستشفى علشان يجيب منها طبيب يعالج اللي كان رئيس المهم اللي هو أنقذهم طبعا بيدخل المستشفى بتهديد السلاح بيضرب رصاص في كل مكان وبيقول لهم أنه هو عايز دكتور بأي طريقة وكمان عايز أكل وعايز شرب وعايز بنزين بياخد طفل من الأطفال الموجودين وبيهددهم به أنه هما لو ما عملولوش كل اللي هو عايزه هو هيقتله خبر يا أكرم اتغيرت كتير قوي طبعا بسرعة بسرعة بيحاولوا يعملوا كل حاجة الدكتور بيحضر الشنطة بتاعته وبيجمع كل الأدوية والنساء بيصرخوا بيصوتوا خايفين من اللي بيحصلوا خايفين على أولادهم وبيجمعوا أكل فعلا وبيجمعوا شربه وبيجمعوا حاجات كتير قوي بيجاهوا زهاله عشان ياخدها ويمشي وكمان عشان ينقذوا نفسهم من اللي هيحصل لأنهم خايفين منه قوي وبياخد الطفل الصغير وبيمشي فعلا بيروح بقى بيوصل للمكان لباقي الأزرة ومعاقل أكله ومعاقل شرب ومعاقل طبيب كمان وبيعالج آآ الراجل اللي هو كان مصاب لا أكرم لسه بيحس وعنده حتة قبوة بياخد أكله يروح للطفل الصغير عشان يدهول وطبعا الولد ما بيطرش ياخد منه الأكل وبيقوله أنا عايز أمي أكرم بيقوله ما تخافش أنا هرجعك لأمك طيب الحمد لله أم جهاد عامل اجتماع مع نساء الرقة وأطفالهم كلهم أطفالهم البنات المهم بقى الاجتماع ده ليه عايزهم كلهم يلفوا أحزمة ناسفة حولين وسطهم علشان يفجروا نفسهم وقت اللزوم حماية للدولة الإسلامية طب إزاي الكلام ده لأن هم في حالة حرب ولازم كل واحدة فيهم تبقى مستعدية إن هي تحمي الباقي وتفجر نفسها وبتقولهم إن اللي هتفجر نفسها ليها منزلة خاصة في الجنة وإنتم يا أهل الرقة والبنات كلها لازم تعملوا الكلام طبعا كلهم بيصرخوا بيصوتوا بيعياتوا حالتهم حالة إن هم يعني إيه هيلبسوا أحزمة ناسفة ويعني إيه هيفجروا نفسهم دي مصيبة سودة اللي هم فيها دي ما كانوش عميه حساب وبتقول لهم إيه بقى ممكن واحدة تختار تموت بس هتروحوا جهنة وواحدة تانية هتختار تموت وهتروح الجنة طبعا هي تقصد اللي هتموت لما تترفض ترفض تقوم بالعملية دي واللي هتموت لما تلبس الحزام الناس لما بتلاقيهم كلهم بيعياتوا وبيصوتوا فبتمسك المسدس وبتهدتهم كلهم إن الموضوع ده إجباري وكلهم لازم يلبسوا الحزام الناس علشان يحموا بقية الأفراد طبعا هم اللي أصلا هيحموهم هم مش هيهموا حد تاني ولما واحدة بتحاول تعترض بتضربها قدامهم كلهم وبتموت يعني هم كده كده ميتين سواء رفضوا هيموتوا ولو لبسوا الحزام الناس برضو هيموتوا بنشوف بعد كده أكرم وهو طبعا عايز يرجع الرقة وبيقول اللي معاه فبيقوله ما ينفعش نرجع لأن احنا لو رجعنا الرقة وهي فيها الحرب دي يبقى هنموت أكيد هنموت فهو طبعا بيقوله عايز يرجع لمراتي وابني بيقوله ملكة مالية ستة أبناء وزوجة بس مش هينفع نرجع واستمدان عام أبو القاضي أبو سهيل الأنصاري بيحكم في القضايا اللي اتبعدت له واستقال لأهل الرقة ومهم إيه بقى إنه هو طبعا معاه أحكام كتير أو يلازم ينفذها واقفة في وسط المحاكمة دي أم جهات أول حكم بالأعدام بيحكمه على راجل ومراته تاني حكم بيكون على السرين احنا عارفين السرين دي اتحكم عليها عشان هي اللي هرى بتروحها تالت حكم بيكون على روحها طبعا روح محكم عليها بالأعدام روح منهارة الناس كلها كل ما يتحكم على حد بالأعدام بيهلله الله أكبر الله أكبر المهم لما بيحكم على روح بالأعدام بعد كده بيقول إن علشان روح كانت زوج شهيد اللي هو أبو سيف فاحنا إكراما لي هنلغينا حكم الاعدام ده بناء على طلب من مين؟ عمر بس القاضي بيقول حاجة كمان بيقول إن روح دلوقتي أصبحت من الكافرات وعشان هي زوجة المجاهد فالأمير عمر شاف إن إن هي هتكون سبية له تخيلوا روح هتبقى سبية لعمر أمه جهات مصدومة روح مش مصدق اللي بيحصل مش مصدق اللي بتسمعه روح في دنيا غير الدنيا الحكم تنفس بيدخل عمر عشان ياخد روح ويستلمها من القاضي والقاضي بيقوله مبارك عليك هذه السبية روح مش مصدق اللي بيحصل وبيقوله كمان هنيئة لك فيها عمر بيقوله الله يبارك فيك العاضي بيقوله بيقوله منفزوا الحكم طبعا بياخدوها للسيارة هم عرسعيك جدا جدا وروح مصدومة أبو أسامة عمل اللي كان نفسه فيه بد روح مزلولة ومكسورة منك لا يا عمر قصدي يا أبو أسامة مجاهد بتنادي يا أبو أسامة بتقوله أبو أسامة أبو أسامة بمنتهى العنف والحدية وبتقوله استنى هنا رايح فين هو اللي أنا بشوفه ده بجد ده صحيح انت واخد البنت دي سبية بيرد عليها بيقولها بإذن الله بتقوله إزاي 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 تواصلت مع الكفار والأجانب إزاي دي متغطأ معاهم ومحكوم عليها بالقتل أبو أسامة بيقولها كان محكوم عليها بالقتل روح لم تعد من أهل الإيمان وأصبحت من الكفرات وبالتاني يجوز لي أهداها سبية وإقاف تنفيذ الحكم وإنتي ستة لعارفين يا أم جهاد مش أنا اللي هعرفك بالعلم أم جهاد طبعا بتنفعل أكتر وأكتر وبتقوله وبتفضل الكافرة دي علي يا عمر علي أنا أم جهاد وتقول لي ما قدرش أتجوز دلوقتي وإحنا في حالة حرب والحرب شغالة والطيران والسواريخ وممكن أموت في أي لحظة عمر بيرد عليها وبيقول لها وما زلت ممكن أموت في أي وقت لكن زي ما أنت قلت يا عبلي كده لسه مخدتش كفايتي من الدنيا أنا كمان يا أم جهاد لسه مخدتش كفايتي زيك أم جهاد بتهدده وبتقول له أنا مش هخليك تتهنى بيها ولا ثانية ولا هخليها تتهنى معاك وبتشتمها بلفز خارج وبتقول له أنا مش هسيبك وتتهنوا ببعض أبن يا عمر عمر بيرد عليها وبيقول لها أنا مش هرد عليك إكراماً للشيخ أبو نصار وكمان هعتبرك بتبركيلي الزيجة دي وهقول لك بارك الله فيك وبيقول لها كمان السلام عليكم هي بالزعق وبتنفعله وبتقول له انت فاكر نفسك مين مش هسيبك يا عمر مش هسيبك يا عمر وطبعاً حالتها هباب أنا مش عارفة هي هتعمل إيه أنا أعتقد إن هي هتصرف تصرف أكيد يعني هيغير حاجة مع إني أنا شايفة إنه ممكن روح إما هتقتل عمر أو هتنتحر أو الجد جديد بقى يعرف يوصل لها أكرم الله أعلم إيه اللي هيحصل أكيد الحلقة الجاية فيها مفاجآت جتير قوي قولي لتوقعتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وأشوفكم بخير إن شاء الله في حلقة جديدة